حكم أخذ الأدوية التي ترفع الحيض من أجل العمرة أو الحج هذا بعض النساء تريد أن تحج أو تريد أن تعتمر وتخشى أنها إذا أحرمت نزلت عليها الدورة الشهرية أو الحيض فتسأل هل لها أن تأخذ الأدوية التي ترفع الحيض في هذه الفترة حتى تتمكن من الفراغ من عمرتها أو حجها يقول العلماء يجوز لها ذلك بعد أن تسأل الطبيب فإذا لم يترتب على ذلك ضرر في بدنها أو يخل بالدورة الشهرية ونحو ذلك فلا أن تأخذ هذه الأدوية التي ترفع الدورة في هذا الشهر أو تؤخرها تؤجلها من أجل أن تصوم شهر رمضان مع المسلمين وتعتمر أيضا وتفرق من عمرتها قبل أن تأتيها الدورة إذا كانت قريب عمرتها إلى مجيئ الدورة أو في حال الحج أيضا لأن الحج والعمرة ستمتنع عن الطواف فقط دخول البيت ستمتنع منه والطواف ركن من أركان العمر وركن من أركان الحج لا يتم الحجة إلا به أما طواف الوداع فهو واجب وسيأتي إن شاء الله ذكره بالنسبة للمرأة ترجمة نانسي قنقر